بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سام غافر وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هنوها شفره ورواحها شفره وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزخ منهم عن أمر ما نثقه من عذاب الصعيم يعملون له ما يشاء من محارب وتمافيل وجفار كالجواب وقدور الراصيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرر تبين في الجن أن لو كانوا يعلنون الغيب ما لبثه في العذاب المهين لقد كان لسماء في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا بالرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلنا لهم بجنتيهم جنتين بجنتين ذواتي أكل خمطوا وأخلوا وشيء من سدل قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازه إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا ما عد بين أسفارنا وظنروا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صدر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون بفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من نظيم وما لهم فيهما من شرك وما لهم من غير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عن ما أجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا من الحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أوصلناك إلا كافة للناس مشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى رائف الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم أكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صزدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنيار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسهروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعماق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زنفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ابدع فيما آمنوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يمسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازفين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم لهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرهم ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا من هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا من هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جناءهم إن هذا إلا صحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلين وكذبوا رسلين فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن رب يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدل الباطن وما يعيد قل إن ضللت فإنما أقل على نفسي وإن اهتديت فلما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر